اهلا وسهلا بكم اصدقاء متابعي قناة المجتمع الكنسي بعد ما يقرب من 3 سنين اسرة الراهب فالتقوس المقاري تستغيس الراهب فالتقوس المقاري المتهم بقتل الانبى ابي فنيوس رئيس دير ابو مقار والمحكوم عليه بالمؤبط حاليا بعد ما كان واخد اعدام هو موجود حاليا بمستشفى السجن برج العرب تحت العلاج لان السكر عنده عالي وعمل له مشاكل كتيرة حتى انه كان بيظهر في المحكمة على سرير وكان بيجي من المستشفى عشان يحضر الجلسة ويرجع تاني والجريب انه بقاله ما يقرب من 3 سنين محروب من سر الاعتراف والتناول علما بانه مازال راهب ولم يتم تجريده زي الراهب اشعياء المقاري ربنا ينيح روحه لذلك اسرته بتتظلم وبالاخص اخته الوحيدة مادام مارينا من حرمانه من سر الاعتراف والتناول طوال هذه الفترة الكبيرة وصرحت اخت الراهب فالتاقوس المقاري انها حاولت تكلم كتير من الاسقفة علشان يساعدوها في حل هذه المشكلة لكن لغاية دلوقتي مفيش حاجة جديدة حصلت في الموضوع والوحيد اللي يقدر يحل المشكلة دي هو قداسة البابا تودروسي التاني ابونا كلنا ومن هنا بنقدم رجاء محبة ومنجدة واستغاسة الى قداسة البابا تودروسي التاني بالتدخل من اجل هذا الراهب ومن اجل ممارسة سر الاعتراف والتناول وايضا تقديم التماس بالحصول على عفو رئاسي خصوصا ان الراهب فالتاقوس المقاري ظروف الصحية صعبة وسجنه كله مقضيه في مستشفى سجن برج العرب وزي ما كلنا عارفين ان فيه ناس كتير كان محكوم عليها بالمؤبد وحصلت على عفو رئاسي اخيرا في انتظار دعمكم للقناة بالضغط على لايك وعلى شير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصل لكم باستمرار كل الفيديوهات الجديدة للقناة شكرا